اذا كنت اصلي الى سترة فاتى شخص اخر فازاحها من امامي فما حكم صلاتي الصلاتك صحيحة وازاحة السترة لا تبطل بها الصلاة وانما عليك ان تمنع المارة بين يديك اي بينك وبين السترة او بينك وبين موضع سجودك ما امكن ذلك ومن اذى ان يمتنع فليدفع ولو بالقوة فان النبي عليه الصلاة والسلام امر المصلي ان يدفع المارة بين يديه وان يرده بقدر ما يستطيع يبدأ بالرفق ثم بالشدة وعلى المسلم ان يتجنب المرور بين يدي المصلي فان النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان ان يقف اربعين خير له من ان يمر فينبغي للانسان ان يكون في غاية الحذر والله اعلم بارك الله فيكم